موسيقى موسيقى بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله موضوعنا اليوم عن منصات الموارد التعليمية المفتوحة أو ما يعرف بالأو إي أور كون العالم يصير بخطة متسارعة نحو اقتصاد المعرفة فكان لابد من توافر بيئات تعلمية تعليمية خلاقة ومحفزة تعنى ببناء المعرفة ومشاركتها مما ساهم في بروز منصات تعليمية تتخطى الحدود المكانية والزمانية للمؤسسات التعليمية ومن أبرزها منصات الموارد التعليمية المفتوحة الأو إي أور الفلسفة التي قامت عليها منصات الموارد التعليمية المفتوحة أن من حق الجميع الحصول على تعليم عالي الجودة يكون أساس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لأن الموارد التعليمية المفتوحة توفر فرص استراتيجية لتطوير نوعية التعليم وخاصة في الدول النامية لذا سعت الجامعات والمؤسسات التعليمية في العالم العربي للاستفادة من منصات الموارد التعليمية المفتوحة بأن يكون التعليم المقدم من خلالها متاحا للجميع قائما على الانفتاح الذي يعنى بنشر المعرفة ومشاركته بحرية تامة من خلال شبكة الإنترنت تحقيقا لتطلعاتنا في بناء مجتمع معرفي يكفل للجميع تعليما نوعيا وبالتالي ظهرت مئات المواقع الجامعية والمؤسسات التعليمية التي تحوي آلاف الموارد التعليمية مثل المناهج والكتب الدراسية والمحاضرات التفاعلية والمجلات العلمية إلى جانب العديد من الموارد النوعية الأخرى المتاحة بصورة مجانية لاستخدامها في الأغراض التعليمية والبحثية مفهوم الموارد التعليمية المفتوحة توسى ليشمل ثلاث جوانب مهمة في العملية التعليمية وهي المحتوى التعليمي الذي يدعم التعليم والتعلم مثل الكتب الدراسية ومواد المنهج الدراسي وخطط الدروس والأدوات مثل البرامج التي تساعد في إنتاج واستخدام المحتوى التعليمي إلى جانب التقنيات المفتوحة التي تسهل التعلم التعاوني المرن والمشاركة المفتوحة لممارسات التدريس والتي تمكن المعلمين من الاستفادة من أفضل أفكار زملائهم ومصادرهم التعليمية وإعادة استخدامها إضافة إلى الموارد التنفيذية اللازمة لضمان جودة التعليم والممارسات التعليمية وترخيص الموارد التعليمية وذلك ما ورد في المنتدى الثاني عام 2004 لليونسكو لتحقيق الإمكانات والوعود من الموارد التعليمية المفتوحة في مواجهة الأزمات وخاصة الجائحة التي تمر بها الإنسانية الآن جائحة كورونا عاف الله الجميع وحماهم فلابد أن نعمل على نمو الموارد التعليمية المفتوحة ونحقق جودتها بكافة مكوناتها من المحاضرات والصور أو ملفات الصوت والفيديو حتى المواد الدراسية والدورات التدريبية والمناهج الدراسية الكاملة وكتب المدرسية إضافة إلى أي برامج أو أدوات أو مواد أو تقنيات أخرى تستخدم لدعم البناء والوصول إلى المعرفة لأن كما سبق وذكرنا أن المواد التعليمية المفتوحة توتيح مساحات متجددة لإنتاج المعرفة ومشاركتها مع تعزيز بيئة تعليمية موائمة لاحتياجات الأفراد والمؤسسات وهذا يحتاج تضافر من جميع المؤسسات في العالم العربي لنصل إلى أفضل ما نتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر